نظمت مؤسسة حياة كريمة المرحلة الثانية من مبادرة التعليم حياة والتي تستهدف تطوير وتدريب المعلمين والطلاب داخل مدرسة الرياض للتعليم الأساسي محمود عيد درويش بقرية الرياض بمركز ناصر والمدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة بن سويف إدارة الوقت والتخطيط الجيد للمستقبل مساعدة الطلاب على تعلم أساسيات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات هدف تسعى إليه الدولة من أجل بناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات في إطار الجمهورية الجديدة من هنا نظمت مؤسسة حياة كريمة المرحلة الثانية من مبادرة التعليم حياة والتي تستهدف تطوير وتدريب المعلمين والطلاب داخل مدرسة الرياض للتعليم الأساسي محمود عيد درويش بقرية الرياض بمركز ناصر والمدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بن سويف نستهدف كمان الطلبة من خلال المجلس القاومي للأمومة والطفولة اللي عاملين النهاردة تدريب مهم جدا عن استخدام الانترنت لاستخدام الأمثل والمخاطر اللي بيقابلها الأطفال في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوعيتهم بالاستخدام الأمثل قمنا بعمل عصف زهني للأطفال لعدد 100 طفل وبعدين قمنا بقسمناهم لمجموعات ومحطات ألعاب علشان ينفذوا من خلال أنشطة لا صفية تفاعلية علشان يأكدوا عن المعلومات الخاصة بالبصمة الرقمية والمواطن الرقمي وطرق وقاليات الحماية ولو حصيت لهم بعض المشكلات اللي ممكن يعملوا ويقدروا يعملوا ايه وقالنا لهم قاليات الحماية يقدروا ينفذوها ازاي من خلال خط نجدة الطفل ويستهدف التدريب عددا من المعلمين ليكونوا مدربين على مستوى المحافظة ونقل خبراتهم إلى المدارس الأخرى وتدريب الطلاب على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات مؤسسة حياة كريمة وفرت لنا داخل مدرسة كورس الأي سي سري احنا كمعلمات استفدنا من الكورس الفترة الصباحية عندنا الولاد بيتعلموا فيهم على الكورس واحنا المعلمات الفترة المسائية احنا بنحاول ان شاء الله يا رب ان احنا نستفاد من الكورس داخل العمليات التعليمية ونوصل كل ما استفدنا به داخل فصولنا ومع ولادنا ومع جميع الطلبة مبادرة التعليم حياة تستهدف كذلك تعليم أهالي الطلاب كيفية الوصول إلى المنصات التعليمية ومتابعة أداء أبنائهم